شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول جوانب من حياة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وقد تحدثنا فيما مضى حول العنوان الأول وهو تربية الإمام لمجموعة ضخمة من العبيد أما العنوان الثاني فهو الإمام زين العابدين وتخريج مجموعات من الفقهاء والروات وحملة الشريعة ما هي أهمية هذا الدور؟ تربية عالم في بعد من أبعاد الحياة تعني تربية الموجه للأمة في ذلك البعد الآن الآن الدول تصرف أموالا ضخمة على تربية الأطباء تربية الطبيب يعني تربية يعني تربية موجه للأمة في المجال الطبي أنتو الآن تصوروا بلدة مدينة لا يوجد فيها طبيب إلى من يلجأون في مشكلاتهم الطبية المدينة بلا طبيب يعني مدينة معرضة معرضة لمختلف كيف كنا نخطط المدن وكيف يمكن لنا أن نبني البيوت تربية تربية عالم وتربية فقيه وتربية راوي تعني تربية وتوجيه للأمة في أخطر أبعادها وأشمل أبعادها وأعم أبعادها وهو بعد الدين الدين أهم حقيقة في هذا الوجود إذا إحنا ما عدنا موجه ديني إذا ما عدنا فقيه إذا ما عدنا عالم إحنا إذا ما عدنا طبيب نتورط في الهلك الدنيوي أما إذا إحنا إذا ما عدنا طبيب يعني نتورط في الهلك الدنيوي إحنا إذا ما عدنا فقيه يعني نتورط في هلكة أعظم وأخطر وهي وهي الهلك الأخروي هناك رواية لطيفة مذكورة في الكافي مضمون هذه الرواية يقول الإمام صلوات الله عليه أنتم عندما تريدون أن تسافروا إلى سافرة تحتاجون إلى دليل قديما القوافل كانوا يأخذون معهم دليلا لأنه الصحارة كلها متشابه الجبال تبدو لنا متشابه لا نعرف ما هو طريق الوصول إلى الهدف وما هو طريق الهلك كثير من الأفراد كانوا يضلون وكانوا يعطشون ويبقون يوما أو أياما حتى يموتوا من العطش كثير من الأفراد عندما كانوا يضلون الطريق كانوا يدخلون في مذأبه أو يدخلون في مسبعه فيكونون طعمة لسباع البادية الإمام يقول أنتم في الطريق المادي في طرق الأرض تحتاجون إلى دليل ولكن في طرق السماوات لا تحتاجون إلى دليل في قضية الدين لا نحتاج إلى دليل إذا واحد ظل في الصحراء يموت من العطش ولكن إذا واحد ظل في قضية الدين يخسر حياته الأبدية بل يخسر دنياه أيضا فهذا الدور دور تربية الأدلاء على الله حملت الشريعة الفقهاء العارفين بالدين الرواة الذين ينقلون أحاديث النبي الأعظم وأهل البي صلوات الله عليهم إلى الأجيال هذا الدور دور مهم جد الإمام السجاد صلوات الله عليه رب جيل من الفقهاء والروات وحملت الشريعة والأدلاء على الله سبحانه وتعالى المؤرخون يذكرون مقاطع من حياة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه الإمام السجاد كان يشجع الحركة العلمية تشجيع الحركة العلمية قضية مهم نحن يجب أن نشجع الحركة العلمية عدكم ابن تجدون فيه الموهب شجعوا هذا الابن ربما يكون حامل لواء الدين لا في بلدكم فقط وإنما حامل لواء الدين في العالم كله إذا شفتوا شاب من الشباب فيه قابلية وفيه أهلية شوقوا التشويق جدا مهين ربما هذا يكون ركن من أركان الدين وأركان الشريعة الإمام زين العابدين صلى الله عليه ذكر في أخواله أنه عندما كان يرى طالب علم كان يشجعه يقول له مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله لعل المراد يعني من أوصى به النبي صلى الله عليه وآله هناك رواية أخرى يذكرها المؤرخون عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الإمام الباقر يقول كان أبي يعني الإمام زين العابدين إذا نظر إلى شباب طلاب العلم الرواية الأولى عامة هذه الرواية تختص بشباب طلاب العلم الشباب لهم أهمية مضاعفة الشباب هم الذين بيدهم الأمور بعد فحين بعد فترة بسيطة إذا نظر إلى شباب طلاب العلم أدناهم يعني قربهم وقال لهم مرحبا بكم أنتم ودائع العلم الإمام ربا مثل أبان ابن تغلب من كبار العلماء وقد حفظ علوم أهل البيت وذكروا في أحواله أنه إذا قدم إلى يسرب يعني إلى المدينة تقوضت إليه الحلق العلمي المدينة كانت مفتوحة كثير من أهل المدينة كانوا يعادون أهل البيت كانوا ضد أهل البيت ليش أهل المدينة كثير منهم كان يعادون أهل البيت هذا إلى تحليل تاريخي مذكور في محله ولكن الإمام يربي الإمام زين العابدين يربي مثل هذه الشخصية أبان ابن تغلب عندما يأتي المدينة التي يغلب عليها طابع العداء لأهل البيت وإذا بكل الحلق العلمية تتقوض ويأتون إلى حلقة أبان تربية مثل هذا الرجل له أهمية كبرى الإمام الباقر لأن عاش أبان بعد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه قال لأبان ابن تغلب اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس أبان كان مفتيا راجعوا كتاب الاجتهاد والتقليل فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك الذهب من نواصب العام من الذين يحملون نصبا لأهل البيت يقول عن أبان شيعي جلد يعني قوي في تشيع لكن صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته كما يقول الذهبي قبل واحد من تلاميذ الإمام السجاد وله مجموعة من الكتب ألف مجموعة من الكتب من جملة تلاميذ الإمام زين العابدين أبو حمزة الثمالي المعروف الذي روى دعاء أبو حمزة الثمالي المشحون بمعارف أهل البيت عن الإمام زين العابدين أبو حمزة مو فقط راوي وإنما كان عالما من أبرز علماء ذلك العهد في الحديث والفقه وعلوم اللغة وغيرها وكانت الشيعة ترجع إليه في الكوفة لإحاطته بفقه أهل البيت أبو حمزة الثمالي كان فقيها أيضا مضافا إلى كونه راويا كان مرجعا للشيعة في الكوفة الإمام ربا في هذا المجال مثل أبو حمزة الثمالي وألف أبو حمزة الثمالي كتب تدل على غزارة علمه واحد من تلاميذ الإمام السجاد سعيد بن جبير كاتبين عنه من أبرز علماء عصره علماء العام كتبوا عنه لاحظوا هذه العبارة ما على الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه إلى علم سعيد بن جبير سعيد واحد من تلاميذ الإمام السجاد صلوات الله عليه معروف ابن خربوث واحد من أصحاب الإجماع من الطبق الأولى من أصحاب الإجماع معروف معروف ابن خربوث وهو الذي ما بيننا معروف وأحد من تلاميذ مدرسة الإمام السجاد سليم ابن قيس المعروف صاحب الكتاب المشهور وغيرهم الإمام زين العابدين صلوات الله عليه كما يقول المؤرخون اتخذ الجامع النبوي مسجد النبي صلى الله عليه وآله مركزا لمدرسته العلمية في كل جمعة الإمام السجاد كان له خطاب خطب وكانوا يحفظون كلامه ويكتبونه الإمام السجاد إذا أراد السفر للحج من المدينة إلى مكة رافقه حوالي ألف عالم وقارئ وهم يسجلون كلامه وفي بعض التواريخ رأيت أن الإمام السجاد صلوات الله عليه في كل عام تقريبا كان يحفظ هذا هو الجيل الذي رباه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه الشيخ الطوسي رحمه الله في رجاله ذكر حوالي مئة سبعين مئة ثلاثة سبعين واحد من أصحاب الإمام زين العابدين في رجال الطوسي من صفحة واحد وثمانين إلى صفحة مئة واثنين هنا لا بأس أن نشير إلى ملاحظة وهذه الملاحظة أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه فرض وجوده العلمي مضافا إلى وجوده الأخلاقي فرض وجوده العلمي حتى على الآخرين هذه الظاهرة في التاريخ لها حالة انكماش ولها حالة انبساط لها حالة مد ولها حالة الجزر ولعل أهم العوامل المؤثرة في ذلك ضغوط السلطات نحن نعتقد أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم أبواب الله سبحانه وتعالى هم الذين جعله النبي صلى الله عليه وآله عدلا للقرآن وقال إني تاركن فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا بعد أبدا هذا الحديث حديث الثقلين رواه الشيعة ورواه العام في صحاحهم الباب الذي عينه الله ولكن بقطع النظر عن هذه الجهة الآن نريد أن نقطع النظر عن هذه الجهة أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أقل ما يقال فيهم إنهم كانوا قمم الروات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحفظ التراث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إذا خادم النبي الخادم الذي عاش مع النبي أياما وله قابلية متواضعة هذا يكون مصدر من مصادر التشريع يعني نقل الشريعة فما بالك بأهل البيت وأهل البيت أدرى بما في البيت إذا يؤخذ الدين من الغرباء البعيدين فكيف لا يؤخذ من القرباء العارفين هذه الظاهرة الظاهرة التلقي من أهل البيت المرجعية العلمية لأهل البيت مع قطع النظر عن الجهة الأولى التي ذكرناها كانت فيها حالة انكماش وانبساط أحيانا الظروف السياسية كانت تضغط بشدة وإذا بهم يقصون أهل البيت من المرجعية العلمية وأحيانا وإذا بالأمة تشعر بالحاجة إلى ذلك الملجع إذا أكو طبيب في بلده أنتو مضطرين أن تراجعوا إلى هذا الطبيب عندما ينزل الماء في العين إلى من تراجعون ما تراجعون إلى الجاهل الذي لا يعرفه شيئا تبحثون عن الطبيب بل ربما تبحثون عن أعلم الأطباء عندما واحد يبتلى بالجلطة القلبية أنتو إلى من تأخذونه ما تأخذوا إلى درويش يجلس على الشارع تأخذوا إلى طبيب خبير بل تأخذونه إلى أفضل الأطباء العلم كان عند أهل البيت ولذلك في عهد الإمام السجاد صلوات الله عليه إشوي عندما كان مجال لأن السلطة في بعض الفترات انشغلت بقضايا أخرى انشغلت بثورات قامت ضدها وإذا بمرجعية الإمام السجاد العلمية تعود أيضا الناس محتاجوا أكو واحد هذا من كبار علماء البلاط الأموي عالم كبير وهو مصدر مهم من مصادر البخاري هذا العالم عنده في صحيح البخاري صحيح البخاري اللي ميروي ولا حديث واحد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه البخاري يروي عن هذا العالم الكبير أكثر من ألف ومتين حديث يعني شوفوا موقعيته العلم وهذا الرجل هو الزهري أو الزهري هذا تلميذ من تلاميذ الإمام السجاد في عاحد شوية السلطة رفعت يدها أو خففت قبغتها هناك حديث لطيف مذكور في كتبنا الفقهية والحديثية مثلا مذكور في الوسائل الباب مذكور في تفسير القم جزء واحد صفحة 185 مذكور في هداية الشيخ الصدوق يقول عن الزهري طبعا الزهري من المبغضين لأمير المؤمنين صلوات الله عليه يعتبر من النواصب وله قضايا عجيبة في التاريخ يقول دخلت على علي ابن الحسين فقال يا زهري من أين جئت فقلت من المسجد فقال فيما كنتم في ماذا كنتم تبحثون قال تذاكرنا أمر الصيام فاجتمع رأيي ورأي أصحاب حديث معدهم أحد كبار أئمة المذاهب يقول لم يصح عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلا سبعة أحاديث دين تريدون أن تفهموه بسبعة أحاديث هذا ممكن هذا إمام هذا المذهب من يضطر إلى أن يعمل باستحساناته الظنية في قضايا الدين ويركب الدين وفق التصورات فاجتمع رأي ورأي أصحابي على أنه ليس شيء من الصوم واجب إلا صوم شهر رمضان ما هو الصيام الواجب الكل الذين كانوا جالسين قالوا اتفقوا على أنه لا يوجد إلا نوع واحد وهو صوم شهر رمضان فقال الإمام السجاد يا زهري ليس كما قلتم مهشك إن الصوم على أربعين وجه الصيام عند أربعين نوع فقلت فسرها لي ما هي هذه الأنواع ففسرها واحد واحد الحديث بالتفصيل مذكور في تفسير القم أين يجدون هذه الحقائق لا يمكن أن توجد إلا عند أهل البيت أكو حديث آخر ولو ما يرتبط بما نحن فيه في بعد آخر هذا الحديث الفقهاء يذكرونه في كتاب الإجتهاد والتقليد بمناسبة والرواية مذكورة في الكافي وهي رواية صحيحة تقول هذه الرواية دخل عمر بن عبيد على أبي عبد الله الصادق مربطة بالإمام الصادق هذه الرواية فلما سلم وجلست لهذه الآية الذين يشتنبون كبائر الإث أحب أن أعرف الكبائر ما هي الكبائر الله تعالى يقول الذين يشتنبون كبائر الإث والفواحش ما هي هذه الكبائر من أين نعرف إذا لم نلجأ إلى أهل البيت من أين نعرف أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله طلع هذه الكبائر من الكتاب من القرآن الكريم فقال الإمام الصادق نعم يا عمر ثم الإمام صلوات الله عليه يتحدث ثلاث صفحات مستشهدا في كل فقرة بآية من كتاب الله فخرج عمر بن عبيد وله صراخ من بكائه يبكي ويصرخ وهو يقول هلك من قال برأيه ونازعكم في الفضل والعلم هذه الرواية في الوسائل باب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث الثاني ولكن ولكن مع الأسف في كثير من الظروف وحتى الآن نجد أن هذه المرجعية مرجعية أهل البيت العلمية ألغيت بالمروة الآن كم جامعة أكو في العالم تدرس حديث أهل البيت وتدرس فقه أهل البيت ولو كفقه في موازات بقية المذاهب والآر إلغاء أهل البيت من الحياة تهميشهم هذا هو البعد الثاني على نحو الإختصار تربية أجيال من الفقهاء والروات وحملت الشريعة البعد الثالث الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وقضيته كربلاء أنا أشير في هذه القضية إلى نقطة واحد وهذه النقطة أن قضية كربلاء قضية عاشوراء كانت قضية استثنائية ولا يوجد يوم ولا يوجد يوم ككربلاء ولا يوجد يوم كعاشوراء راجعوا أمال الصدوق الرواية عن الإمام الحسن المشتوى صلوات الله عليه خاطب أخاه الإمام الحسين لا يوم كيومك يا أبا عبد الله القضية كانت قضية استثنائية الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه تعامل مع هذه القضية الاستثنائية تعاملا استثنائي بل جميع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه تعاملوا مع هذه القضية تعامل استثنائي أنا أذكر لكم نموذج لتوضيح معنى التعامل الاستثنائي ونذكر هذا النموذج من القرآن الكريم درءا لبعض الشبهات المثارة حاليا النبي يعقوب يفقد ولده النبي يوسف النبي يعقوب بنص القرآن الكريم تعامل مع هذه القضية تعامل الاستثنائي كثير من الآباء يفقدون أولاده في العالم ولكن تعامل النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان تعامل استثناء القرآن الكريم يقول وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفْ الأسف كما يقول المفسرون يعني الحزن الشديد هذا معنى الأسف وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ في آية في آية أخرى قَالُوا تَالَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفْ يعني لا تفتأ يعني لا تنفك حتى تكون حرضا الحرض يعني المريض المشرف على الموت حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكي يعني إما تشرف على الموت واحد يكون على حافة الموت وإما يموت بالفعل هذا القرآن وهذا مو رجل عادي هذا النبي من الأنبياء في حديث مذكور في تفسير البرهان سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن حزن يعقوب على يوره يوسف فقال حزن سبعين سكلا بولدها ما أدري أنتو شايفين امرأة تفقد ولدها هذه يقال لها سكلا أنا شايف أب فقد ولده في ريعان شبابه كان منهار ثم ما كان يتمكن يقف على قدمه الأم عاطفته وأي أكثر كان حزنه حزن سبعين سكلا بولدها بكى كم عام بكى أعوام طويلة بهذا التعامل الاستثنائي يعقوب النبي يعقوب ما أقول صنع من هذه قضية هذه العبارة مو دقيقة وإنما عكس هذه القضية قضية كانت تموت قضية يوسف ولكن أحيا هذه القضية في المجتمع لم يحي هذه القضية في ذلك المجتمع وإنما أبقى هذه القضية على مر التاريخ إلى هذا اليوم إذا ما كان تعامل تعامل استثنائي القضية ما كانت تبقى كم من القضايا الكبرى في التاريخ نسيت كم نبي إحنا عدنا عدنا نبي بعظمته ينسى حتى اسم لا يذكر ولكن يعقوب بهذا التعامل الاستثنائي مع هذه القضية أبقى هذه القضية عبر القرون إلى هذا اليوم وستبقى قضية يعقوب ويوسف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تعامل استثنائي هذا القرآن الكريم أهل البيت وعلى رأسهم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تعامل مع قضية الحسين مع قضية كربلا مع قضية عاشوراء تعامل استثنائي كل أهل البيت توجد هناك عبارة في زيارة عاشوراء ما أدري أنتوا فكرين في هذه العبارة أو لا عبارة عجيبة في زيارة عاشوراء الشيخ التبريزي المرجع المشهور رحمه الله عنده كتاب زيارة عاشوراء فوق الشبهات هو أو مكتبه أكو هنالك عبارة حول يزيد دقيقوا في مفردات هذه العبارة يقول اللعين بن اللعين يعني يزيد بن معاوية على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي يعني شنو في كل موطن وموقف ظاهر هذه العبارة أن النبي الأعظم في كل موقف كان يتذكر قضية كربلاء في كل موطن يعني إذا دخل البيت تذكر قضية كربلاء ولعن يزيد بن معاوية إذا جاء إلى المسجد تذكر قضية كربلاء ولعن يزيد بن معاوية طبعا ثقافة اللعن موجودة في القرآن الكريم شوفوا كم مادة لعن أكو في القرآن الكريم اللعين بن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه النبي لا أقول النبي صنع من كربلاء قضية النبي عكس هذه القضية أبقى هذه القضية الإمام الرضا صلى الله عليه تعامله مع قضية كربلاء كان تعامل استثنائي إن يوم الحسين أقرح جفوننا إجيد واحد يجب أن يبكي حتى تقرح هذه العين قد لازم يبكي أنتوا شايفين إنسان في حياتكم أقرحت عينه من البكاء حتى الأمهات الثكلة شايفين أنا ما شايف واحد هل قد يبشي إلى أن عينه تبتلى بالقرح يعني تعامل استثنائي ما كان تعامل طبيعي القضية الاستثنائية تحتاج إلى تعامل استثنائي قضية كربلاء ما كانت قضية عادية إن يوم الحسين أقرح جفوننا الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه ما كان يتعامل ما تعامل مع قضية الحسين صلوات الله عليه تعامل عادي التعامل العادي يكون مع قضية عادية ولا يكون مع قضية استثنائية فلأن دبنك صباحا ومساء بعض الحسينيات أنا شاهدتها كل يوم عدهم تعزية صبح وليل دورة العادي هذا يعني تعامل استثنائي هذا يعني الاقتداء بالإمام المهدي صلوات الله عليه فلأن دبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما الذين يدعون إلى التعامل الطبيعي مع قضية عاشوراء التعامل الطبيعي يعني انهاء قضية عاشوراء قضية عاشوراء لا يمكن أن يتعامل معها تعامل طبيعي يجب أن يتعامل معها تعامل استثنائي بعض العلماء كان يقول لي هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أئمة أهل البيت قدوات هل يمكن أن نستفيد من هذه العبارة أنه من المستحب على كل مؤمن في كل بقعة في العالم أن يذكر الحسين ويندبه صباحا ومساء في كل يوم ولو بهذا المقدار أنه الصبح يقول وا حسينا يذكر الإمام ويندبه بهذا المقدار فلأن دبنك صباحا ومساء هذا التعامل الاستثنائي هو الذي أبقى هذه القضية وخلد هذه القضية المؤمنون الأولياء العلماء الأبرار تعاملهم كان تعامل استثنائي عندما يلبس السواد في يوم عشرة يعني اعتبر هذا اليوم يوما استثنائيا الاستثناء أيضا إلى مراتب أكو بعض العلماء بعض المؤمنين عشرة أيام يلبسون السواد على سيد الشهداء أكو بعض الأفراد شهرين كاملين شهري محرم وصفار يلبسون السواد أكو بعض الأفراد لا ينزعون السواد إلا يوم الثامن من ربيع الأول شهران وثمانية أيام تقريبا واحد من الأفراد توفي أولاده ما لبسوا السواد عليه عادة عندما واحد يتوفى له قريب أبو أمه زوجته يلبس السواد ما لبسوا أولاده فقالوا لهم ليش ما لبستوا السواد قالوا في الواقع احنا نخجل من الإمام الحسين صلوات الله عليه نخجل من النبي الأعلى احنا على الإمام الحسين لا نلبس السواد نلبس على أبونا هذا تعامل استثناء الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه في كل يوم قبل أن يبدأ بالتدريس كان يأمر خطيبا بأن يصعد المنبر أو يقف ويتلو مصيبة سيد الشهداء هذا تعامل استثناء يعني مو قضية طبيعية مو قضية عادية وفي أيام عاشوراء في اليوم العاشر ليلة العاشر كان يخرج مع اللاطمين وهو المرجع الأعلى بعد مرجعيته كان يقولون شيخنا هذا مو مناسب لك كان يقول الشيخ عبد الكريم الحائري كل ما عندي غير بركات الكبيرة اللي جرت على يده إنما هي من الإمام الحسين ثم يذكر قضية موته أو إشرافه على الموت وعودته إلى الحياة بشفاعة سيد الشهداء السيد عبد الهادي رحمة الله عليه قبل أن يقول الله أكبر في كل صلاة كان يقول أولا السلام عليك يا أبا عبد الله ثم يقول الله أكبر كانوا يقولون له لماذا كان يقول هذه الصلاة التي نصليها ويصليها جميع المسلمين في الأرض إنما هي ببركة دماء سيد الشهداء إذا الإمام الحسين ما كان يزيد ومعاوية وبني أمية قضوا على الإسلام وانتهى الإسلام تاريخ كان يصير شبح هذا كان هدفهم صني ينهو من الوجود هذه الصلاة ببركة سيد الشهداء هذه التعاملات الاستثنائية هي التي أبقت القضل وحفظت القضية حافظت على حرارتها نحن كل واحد مننا يجب أن يكون له دور في ذلك يجب أن نفكر كل واحد مننا يفكر ماذا يمكن أن يقدمه في هذا المجال امرأة فقيرة تقيم مجلس لسيد الشهداء عشرة أيام لعله عشرة أيام ذكروا عنها في قضية أنها كانت تذهب وتخدم في البيوت لمدة عام كامل سنة كاملة شوفوا هذا الانشداد هذا الحب سنة كاملة تخدم في البيوت وتتحمل ألم الخدمة طبعا كل عمل هو عمل شريف ولكن الخدمة فيها ألم فيها أذى تتحمل ألم عام واحد لكي تقيم مجلس سيد الشهداء في بيتها لمدة عشرة أيام أو نحوها هذا تعامل استثنائي الذين تحدوا البطش الصدامي في تلك العهود المرعبة المرهبة تعاملوا مع هذه القضية تعامل استثنائي حقيقة أحيانا واحد عندما يشوف هذه النماذج يخجل من نفس ذلك البطش اللي قل له النظير في التاريخ نقل أحد العلماء أن أحد الذين كانوا في هذه القضية قال أنه اعتقلت في أيام صدام في أيام البعثيين ثم جابوا بمجموعة من الشباب في نفس المعتقل يبدو في قضايا أشوراء أو كذا يقول دخل الضابط ومعه مجموعة من الجلاوز فنادى من منكم يحب الحسين يقول قام الشاب تحدي هذا الداء يخاطر بحياته بهذا الموقف يقول فوقف وقال أنا أحب الحسين يقول الضابط قال لجلاوز استخذوه جيبوه يقول هجموا عليه وأخذوه جاهو إلى الضابط فأخذ المسدس وأفرغ الرصاص على رأسه وسقط والدماء تنزف ومات ثم صاحب بعد ذلك من منكم يحب الحسين قام الثاني قال أنا أحب الحسين حقيقة واحد عندما يرى هذه النماذج ما يخجل من نفسه ما يخجل من تواضع ما يقدمه إلى سيد الشهداء قال أنا أحب الحسين قال جيبوه جابوه وقتله أمام الحاضرين الثاني يمكن يكون عمله أهم من الأولين الأول مو معلوم كان يقتل أو ما يقتل الثاني قطعا يقتل قتل واحد أمامه ثم قال من منكم يحب الحسين قال فقام كلهم الشباب وقالوا نحن نحب الحسين هذه الروحية هي التي حفظت عاشوراء هي التي نشرت عاشوراء هؤلاء الذين أتوا إلى زيارة عاشوراء في هذا العام أربعين العام الماضي مع المخاطر في الطريق واحد من الأخوة قال رأيت رجل مقطوع الرجلين يزحف على رجليه المتبقي من رجله يزحف لزيارته أنت مقعد رجلك مقطوع ساقط عنك قال وقد انجرحت رجله فلفها بلفائف وهو يزحف عليها كم كيلومتر جاء هذه القضايا هي التي أبقت إحنا لا يجوز لنا لا يحق لنا أن نجعل قضية الحسين كبقية القضايا إذا ماكو في تاريخ الإمام السجّاس صلوات الله عليه إلا هذه الكلمة قضايا كثيرة الخطباء الكرام ينقلون هذه القضايا إذا ماكو في تاريخ الإمام إلا هذه القضية المذكورة في بحار الأنوار مجلّة خمسة وأربعين صفحة مية وسبعة وأربعين وغيره من الكتب عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول إن الإمام السجّاد بكى على أبيه أربعين سنة أربعين سنة كان يبجي صائما نهاره قائما ليله فإذا حضر الإفطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعه بين يديه فيقول كل يا مولاي الإمام السجّاد ما كان يمد يده إلى الطعام وإلى الشراب وهو صائم الخطباء ينقلون الخطباء الكرام مصيبة العطش وهي مصيبة عظيمة ولكن الإمام الحسين صلوات الله عليه له مصيبة أخرى وهي مصيبة الجوع أيضا الإمام كان عطشانا وكان جائعا فيقول الإمام السجّاد كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله عطشانا أو عطشان فلا يزال يكرر ذلك ويبكي حتى يبتل طعامه من دموعه ثم يمزج شرابه بدموعه الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل الإمام السجّاد كم عاش بعد أبيه خمسة وثلاثين عام أو أربعين عام إلى اليوم الأخير الإمام السجّاد كان يعيش أحزان كربلا الوالد رحمه الله كان ينقل كان يقول أنه كانت امرأة كان يذكرها هذه كانت تقول أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء إحنا المفروض أن نواسي سيد الشهداء بمقدار الإمكان بمقدار الإمكان الذين يمشون حفات في اليوم العاشر وليلة الحادي عشر يستذكرون قيالات الحسين أطفال الحسين الذين كانوا يمشون في تلك الصحاري وهم حفات تجسيم مواسات إحنا إذا كان بإمكاننا هذه المرأة كانت تقول كما ينقل الوالد يقول أنا ما أتمكن أواسي سيد الشهداء بأن لا أشرب الماء إذا كنت أتمكن ما كنت أشرب الماء إلى آخر حياتي ولكن أتمكن أن لا أشرب الماء البارد الماء الحار لا يروي القلب كيف أروي قلبي من الماء البارد وقد قتل الحسين عطشا صلوات الله يقول لم تشرب الماء البارد إلى آخر حياتها كان يذكرها من هي توفي الطبع كان واحد من الحاضرين من العلماء عندما الوالد نقل هذه القضية قال تعبير جدا لطيف قال هذا وفاء الألف عام عندنا وفاء يوم وفاء عشرة أيام وفاء عام نحن أمواتنا عندما يموتون بعد عام ننساه بس هذا وفاء الألف عام هذا وفاء ألوف الأعوام يستمر هذا الوفاء عند المؤمنين الأوفاء وأيضا هناك جهات أخرى تشويق الإمام صلوات الله عليه لهذه الحركة تشويق هذه الحركة تحتاج إلى سند أكو بعض الأفراد يقفون سندا وراء قضية السيد الشهداء يمكن بعض الأفراد الظروف لا تسمح لهم بكل اللون من ألوان إظهار الحز بس يقف سند السندية مهم الإمام السجاد أيضا كان سندا هذه الرواية مذكورة في المحاسن المجلد الثاني صفحة 420 يقول وكان علي ابن الحسين نساء بني هاشم أربعة أعوام أو خمسة أعوام لم توقد نار الطبخ في بيوته أربعة أعوام أو خمسة أعوام ما كانوا يطبخون أشياء لأن حالة عزاء كان علي ابن الحسين يعمل لهن الطعام للمأتا بس الآخرين كانوا يجون أيضا للمأتا قاعدة يجون لأن المأتا خب ما يختص بأهل البيت فقط الإمام كان يعمل لهن الطعام مثل الآن العادة المتداول إذا بيت توفي منهم واحد الجيران أو من أشبه يبعثون لهم طعام الإمام كان يحرض على زيارة سيد الشهداء هي هذه الأحاديث تعتبر هي الركن والسند لهذه الأعمال هذه الرواية في كامل الزيارات صفحة 234 يقول الإمام صلوات الله عليه الإمام زين العابدين من أحب أن يصافحه مئة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي فليزر قبر أبي عبد الله الحسين في النصف من شعبان فإن أرواح النبيين يستأذنون الله في زيارته فيؤذن له وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي